بسم الله الرحمن الرحيم بمن هان على نفسه فهان على الآخرين مين ده أستاذ إبراهيم أحياناً أنظر إلى الأمر وقول يا جماع يا كرة القدم دخلت عندنا السنة دي وإلا بقلنا 3-4 سنين وإلا إحنا فيين من خريطة الكروية لما نصل الناس مستغربة قوي تقول لك بلجيكا خدت مليون وربع وإنت أخدت 250 ألف دولار مستغربين لي يا جماع ده إحنا فرحانين قوي إن عندنا حكم حكم ماتش ودي لفرقة بتستعد لكأس العالم ويريدها موجودة الفرقة دي في دوحة مثلا يبقى حضر جزء من الحدث أو ليه اللي تفتتاع إحنا وعملين يسألوا كابتن إبراهيم نور الدين قلنا شعورك إيه كنت بتقول لي ميسي كان بيقوله إيه رحت وعملت زي أنا عايز يسأل سؤال كان بيقول حكم كورة بيحكم الفرقتين فيها أحسن لعيب في العالم حصلت الله ما سيك بالخير بقى كابتن جمال غندور كويس أنك بترد على الناس وتتكلم معهم والله يا أخوانا مش كده مش عايزين نسطح الأمور ونحس إن إحنا بمزيد من الفخر والاعتزاز لدينا حكم حكم ماتش ود بين فرقتين في بلد ما هياش المنظمة الكأس العالم يا جماعة مش كده وأنا الشيء الوحيد اللي عجبني إن الكابتن إبراهيم نفسه ما احتفاش بالأمر زي اللي بيحتفوا به يعني ما نزلقش إن هو مش مصدق نفسه ودي عجبتني منه بصراحة في إيه للمراد المراد يا طبعا لأنه هو أولوه ذكريات في الملاعب تخلي الواحد يقلق إن هو لو تصرف بخفة بقى لأ ما ينفعش فهو ما تصرفش بخفة تحسب له وكويس أهو حكم ماتش بين فريق رايح يلعب في كأس العالم ماتش ودي ماتش ودي كويس ماشي لكن له على هامش كأس العالم وله في الدوحة وله في صلب الموضوع وله حاجة حتى لو في صلب الموضوع أنت عايز عايز أنت بترسخ لفكرة بقى الكابتن عسام الفتاح يقولك ده منتخب ماصر نفسه ما راح شوانا روح شوف التصريح بتاع الأمور فهان علينا نفسين فلما ييجي بقى أيا من كان لتفاوض أنت عندك معلمات حتقولها لنا ويقبل بأنه ياخد 250 ألف الفرقة محتاجة لحد تتضرب عليه عشان كأس العالم هي بتاخد مليون وربع مليون 350 مليون كم؟ 350 350 وأنا أخد ب250 لأن اللي راح تفاوض مش مصدق نفسه ما راح تاخد 250 ألف طولانا فيه ايه يا جماعة؟ فيه ايه يا جماعة؟ مصر ما تسطحوهاش للدرجة دي كفاية بقى يعني يعني اللي مش عارف قيمتها لا يتصدى له اشتركوا في القناة